بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أن هذا يا أخونا يبعث لنا فيديو عنده مشكلة في سيارته يحكي عليها مثبت له وبرشا يقلق نسمعوه بعد نعم نشرح على الفيديو السلام عليكم عمي مختار ها هو المشكلة التي حكيت لك عندي ليسو باب الريسان طعلي سو باب ها من هنا كما هذا ها هو تكل الثاني ها هو تكل الثالث ما تكلش كل اللي حطيته جديد هذا وين الرابع ها هو تكل هذا هو المشكلة تاعي عمي مختار مع أني عاوت لي سو باب هذم هذي خامس مرة يتكلولي ما فهمتش مشكل وين اللي دواء مركبه مش دد اللي بوسوار اللي بوسوار مركبه مش دد ما فهمتش مشكل وين بعد ما سمعنا الفيديو متاع خونا واشترح متاعه ويقول أنا عندي مشكلة في السباب والفالب أو هذه السباب كون عندها الرأس متاح هيتتاكل من فوق شوفوا أن هنا رأس هذا كاش متاكل وهذا بداية يتاكل يعني عنده مشكلة في السباب أو الفالب الفالب اللي هو متاع السياء متاع المحرك يتاكلوا من رأسهم من فوق ويقول أنا غيرت تعدد تحاجات وغيرتها خمس مرات العملية هذه والله أنا مشكلة زي هذا عمره ما مر علي مشكلة كما هذي ممكن بواهم المتابعين إن شاء الله يكون حد مر عليه أنا بنسبة للرأي أنا والحل متاعي أنا كونة النوعية متاع السباب هذه مش سليمة هيكة يعني نظن يعني السباب نوعية الحديد ميش ميش أصلية ميش دوريجين النوعية في الحديد لأنه طبو كان بش يتاكل بش يتاكل كل شي يتاكل السباب ويتاكل الكيلبيتر اللي هو العصفور والتكهات والفالفلي الزوز يتاكلوا مفروض وأقرب حاجة للماكلة هو دي ما نعندنا احنا في العملية أنه الربراكام والكلبيتر يعني والعصفور اللي هو التكهات أما في حكاية السباب هذه أول مرة نشوفها ما مرتش علي الحق هذه أنا نشك النوعية متاع الحديد متاع السباب هذه النوعية مش أصلية يمكن كل المدار تركبهم ما قليش أصلية ولا لا والأصلية لا يسمى أصلية تباع البررة كلها ليس أصلية تاخذ الأصلية تريد ها من دار لنفسها من دار الشابريلي أو الأوبال التي فيها المشكلة هذه أو الجو أو السيتروان تذهب إلى الميزون للوكيل الخاص بالسيارة وتشر من عنده الحديدات الأصلية أما البرة يقول أصلية صحيحة هي أصلية الماركة الفنانية يقول أصلية مثلا بوش أصلية أي حاجة أخرى فهمتين أما هي الأصلية الأصلية تاخذها من الدار الأصلية اللي هو الوكيل المتاع السيارة من أي نوع من السيارة الوكيل المتاعها دي تاخذ خطة غيار أصلية أنما منبرر وما فيش أصلية أنا شخصيا أقول لم أمرش علي المشكلة إذا كان هو اشتراها السيارة لم يجل صارت المشكلة عنده أو كاسب ها من جديم قد يكون فيها مشكل من الأول فيها مشكل جديم لأن حسب حتى الزيت موجود يعني الزيت مزيت يعني مش شايح المطور أنا نشك في نوعية الحديد مش مليح يعني مش حديد من نوعية جيدة هذا النجم يقول لأن حاجة ما مرتش علي وحاجة ما عنديش عليها خبرة كبيرة ما نجيبش نفتي فيها إن شاء الله حد من المتابعين يعرف الموضوع عليه يجوابك يكون جواب إن شاء الله نافع ورب لي سهل إن شاء الله تنفعكم حالك السلام وعليكم وعليكم وعليكم